طيب عزة قبل ما اطلع للفاصل كنا بنتكلم عن الكرة المصرية وبنتكلم عن ادارة الكرة المصرية ومنظومة الكرة المصرية انها مش ماشية بافضل شيء وتكلمنا عن مشاكل كتير جدا مش بس السنة دي او السنة اللي فاتت او اللي قبلها تبنتكلم عن الفترة كبيرة جدا من اخر تتويج لمنتخب مصر في 2010 بكاس امم افريقيا لحد النهاردة موضوع صعب في ناس بتحمل شخص واحد انا هقول يعني كل الناس متجهة اتجاه نحو اسم حازم امام بتتكلم عن ان حازم امام سبب اللي احنا شايفينه في الكرة المصرية اخر 14 سنة اخر 14 سنة انت بتتكلم عن راجل واحد كان هو مدير المنتخب خلال هذه البطولة انت بتتكلم عن منتخب مصر على ارضه في 2019 خرجنا من دور 16 برضو خلي بالك وكنا على ارضنا فازاي بتحمل ان الكرة المصرية سبب الفشل اللي فيها كابتن حازم امام اوجه شايفينه شايفين صفحات شايفين مواقع عايزة تعمل ده عايزة تشايل لكابتن حازم ويمكن احنا اتكلمنا بشكل عابر عن القصة دي ولكن موضوع زاد قوي عن حده انك تشايل القصة وتشايل الليلة بمعنى اصح لكابتن حازم امام انا شايف ان ده امر مالوش علاقة بالمنطق انك 14 سنة الراجل مش موجود باله 14 سنة يعني في الكرة المصرية من 2010 لحد النهاردة فانت تتكلم على بطولة خرجت من دور 16 طب ما انت في 2019 على ارضنا وسط جمهورنا وكانت الدولة المصرية عاملة بطولة وتنظيم رائع جدا والمنتخب للأسف ساعتها خرج من جنوب افريقيا في دور 16 فالواحد مش عارف يقولي للناس دي في ازدواجية في المعايير وشخصانة للامور انك بتتكلم حسب انتمائك او المواقع دي بتتكلم حسب انتمائك وحسب انتمائك كابتن حازم امام هو بينتمل مين او هو ابن من ابناء ناد الزمالك فاحنا نشوط بقى وندوس ان الكابتن حازم امام هو السبب لا بتتكلم في اربع مباريات مكسبتش فيهم وفيه مدير فني تال مدير الفني ده لما كان بيكسب قبل البطولة كنا طالعين بالسمى كلنا بلا استثناء فيش حد ما كانش بيشكر في الراجل ده وفي كورت وازاي طور المنتخب جميعا وجايب اكبر عدد من الاهداف وتخطى مش عارف اقوى بداية للمدير الفني الفلاني والراجل ماشي بسلسلة انتصارات مخسرش غير مباراة واحدة مباراة كانت ودية امام تونس فاحنا بنتكلم كده اه غلط واحنا نفسنا تكلمنا وانتقضنا اداء المدير الفني لان ده طبيعي ان لو فيه اخطاء احنا مش هنسقف للاخطاء هنشاور عليها ونقول المدير الفني عمل تغيرات غريبة مدير الفني معه لعيبة معرفش يستغلها كان كل مباراة بيعمل حاجة شكل تلاقي لعب في التشكيل تلاقي فيه تلات اربع لعيبة بتغيره كل مباراة فكابتن حزم مان مش مدير فني عشان هو اللي بيغير اللعيبة بغرق مكينها شفنا في المباراة الاولى امام موزمبيق منتخب نازل راكب المباراة يجيب هدف وبعد كده تلاقي اللعيبة رياحي ما فيه تراخي من اللعيبة تلافي الشرط التاني موزمبيق تحرز فيك هدفين فده انا اسف يعني مش من المدير الفني برضو خلي بالك هتلاقي من اللعيبة فانت حملت اخطاء المدرب واخطاء اللاعبين للراجل المدير المنتخب اللي هو الكابتن حزم امام ليه عشان هو ابن من ابناء نادي الزمالك ده اللي انا شايف دي وجهة نظري وكل واحد وجهة نظره تحترم بس ما ينفعش تعاني دي المنطق 14 سنة سببهم حزم امام يبقى انت فيه مشكلة عندك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة